اللهم الرحيم والصلاة والسلام عليكم ورحمة العالمين مع كنز جديد عظيم من كنوز السنة روى الإمام السيوطي في كتابه أحد كتبه العظيمة داعي الفلاح في أذكار الصباح والمساء قال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أبوه بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاخفر لي إنه لا يخفر الذنوب غيرك من قال حين يصبح فمات من يومه قبل أن يمسي مات شهيدا ومن قالها حين يمسي فمات من ليلاته قبل أن يصبح مات شهيدا أقول الحديث الثاني هذا الحديث أيضا رواه الإمام الأصبهاني ورواه الإمام المندري في كتابه الترغيب والترغيب السند فيه ضعف لكن بإذن الله نرجو أن يكون الحديث صحيحا قد قلت قبل ذلك مرارا وتكرارا أن الحديث الضعيفة معمول يعمل به أو معمول به في فضاء الأعمال وأن كثير من الأحكام الفقهية بنيت على حديث ضعيف كثير جدا من الأحكام الفقهية وأن العلماء يستدلون دم لا يجدون حديثا صحيحا يستدلون به على مسألة فقهية فهل جاءون إلى الحديث الضعيف بشروطه ويقدمونه على مصادر التشريع كالاجتهاد والقياس والاستحسان والمصالح المرسلته وغيرها من مصادر التشريع فالحديث عظيم والثواب فيه عظيم ولا يترك فإن كان الحديث صحيحا أخذنا الثواب العظيم وإن كان فيه خطأ في المعنى لم نخسر شيئا لن نخسر شيئا ده شهادة بالتوحيد وشهادة بالطلب من الغفراء من رب العميس سبحانه وتعالى لكن إذا تركت الحديث يشكك في ضعفه وكان صحيحا أنت التي ستخسر الثواب يوم القيامة كلنا نطمع في الشهادة في سبيل الله كلنا نرجو الشهادة في سبيل الله فلا يفرط في هذا الثواب إنسان عاقل أبل أقوله أقوله مرة أخرى رأوا الإمام السيوطي في كتابه داعي الفلاح في أذكار الصباح والمساء رأوا الإمام أصبهاني قال اللهم اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم إني أشهد وأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أبوء من عماتك علي وأبوء بذنبي إنه لا يخفر الذنوب إلا أنه لا يخفر الذنوب غيرك وأن قالها حين يصبح فمات من يومه قبل أن يمسي مات شهيدا وأن قالها حين يمسي قبل أن يصبح من ليلته من قالها في ليلته من قبل أن يصبح مات شهيدا تقوله إمتى؟ تقوله بعد الحديث اللي احنا قلناه قبل كده في العتق من النار لأن الحديث قريب في الماتن منه عشان ما تنساش في حديث قلناه قوله ذلك إذا قلت هو أربع مرات تعتقل تماما من النار يقال صباحا ومساء اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنا محمدا عبدك ورسولك تقرره أربع مرات فإذا قلت هو مرة وحدة يعتق ربك من النار إذا قلت هو مرتين وإذا قلت هو ثلاثة مرات يعتق ثلاثة أربع إذا قلت هو أربع مرات تعتق بالكامل من النار اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنا محمدا عبدك ورسولك وتتكرره تاني أربع دي فأيتروح أيل اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنا محمدا عبدك ورسولك أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر لا يغفر الذنوب غيرك يبقى الأولين ده عدق تماما من النار والثاني شهادة في سبيل الله بإذن الله فأي ريت ريت نحفظ نحفظه ونقوله صباحا ومساعا رجاء الشهادة في سبيل الله رجاء الشهادة في سبيل الله فأنا أكتب لكم أكتب لكم الحديث وماتن بتاعه في الوصف بتاع الفيديو ونسخوا هذا الكلام ونشره ونشره هذا العمل في ثواب عظيم ونعلم علما في الله أجر من عمل به ومن القيامة لنقذ ذلك من جرم شان تنشيش تبعي الجرس والاشراك في القناة ليصلكم كل جديد وتساعدوني على الشرصة النبي أقول قولي هذا استغفر الله لي ولي اشتركوا في القناة